هنشارك كابتن عبدالله عكيد عليك حملة هنشارك هنشارك مثال مدير الفني فالحملة بينزل لكابتن الفريق عشان نجيب الكاس اللي جنبي نا كان حاجة صعبة بالذات على رأي كابتن ميدو بعد الاخفاقات فيه ملتخب مصر شيلت الحملة مع كابتن ميدو ازاي مزبوط الاول طبعا برحب بحضرتك وبرحب بجميع الناد الاهلي وبقولهم الف مبلوك على البطولة العربية وان شاء الله دي بداية موسم دينا جديد يا عرب طبعا زي ما حالك عارف يعني موسم طويل اوي احنا ب دي مع المنتخب من شهر 5 اللي فات بدر اوي اه طبعا كتير اوي يعني بسم الله ما شاء الله يعني 11 اللي بقى عشرة اللعيبة بينهم فيه ناس بتخرج وبتيجي بسبب اصابات لو الدنيا ماشى كويس ان شاء الله رب العشرة يكونوا جواه اه كانوا العشرة موجودين جواه حمدو رب العمين يعني بدأنا من شهر 5 حد وقتنا هذا طبعا موسم طويل جدا على اللعيبة طبعا كابتن ميدو طبعا علينا خلاص ان شاء الله نخش بطولة العربية بإذن الله طبعا احنا بقانا كتير غايبين على البطولة العربية وده كنا لازم خطوة لنا مهمة لنا لترجع لنا الحمدو رب العمين بنا ثلاث سنتين وان شاء الله التالتة الجاية ان شاء الله رب العمين نحافظ عليك البطولة افريقية مع دور وكاس فكنا لازم نخش بطولة العربية كابتن ميدو طبعا قال لناه والفرقة كلها يعني بتحب التحدي وبتحب البطولات وطبعا زي ما حالك عارف يعني نادل اهلي لازم نخش بطولة طبعا طبعا اول شيء مهم عندنا وده لازم يكون موجود الحمدو ده طبعا إصراننا وعزمتنا وجاز الف المحترم اللي معانا طبعا مسئولية كبيرة عليهم ملاحقوش يعني يعني يعمل فقطة اعداد زي استنى اللي فاتت زي ما كابتن ميدو والله حضرتك في الاداء ما كانش مردي مش مردي عشان في ارهاق من شهر خمسة اللي فات ليه بعد المنتخب في اصابات فالحمدو رب العمين زي ما كابتن ميدو والله حضرتك الخبرة والشباب اللي موجودين والعزيمة اللي فينا الحمدو رب العمين نحسن رقم بطولة العربية الحمدو الله